بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وآل بيته أجمعين مشاهدين الكرام نجدد الترحيب بحضرتكم مرة أخرى ونلتقي في هذه الفقرة مع فضيلة الشيخ إسلام أبو العلى قارئ القرآن الكريم وإمام وخطيب مسجد الهدوان بمدينة السادس من أكتوبر مشاهدين الكرام القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ولنسعد به تذكرا فهو كتابه الدل عليه لمن أراد معرفته وهو نوره المبين وهو حبله المتين الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم للدخول إليه سبحانه وتعالى إذا غلقت الأبواب من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم ولا شك أن أفضل الأجيال في تاريخ الأمة الإسلامية مشاهدين الكرام هؤلاء الذين حملوا لواء القرآن الكريم ويعني حفظوا القرآن الكريم ونقلوا هذا الكتاب يعني سلسلا عزبا إلى الأجيال القادمة والحالية إلى أن تقوم الساعة وصدق الله العظيم وإذ يقول ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفين من عبادنا صدق الله العظيم مشاهدين الكرام هذه الفقرة حول القرآن الكريم فضل القرآن الكريم كيف نقرأ القرآن الكريم وكيف نحفظ القرآن الكريم وكيف نعمل بهذا الكتاب العظيم إن شاء الله نرحب في بداية هذا اللقاء مع فضيلة شيخ إسلام أبو العلا فضي شيخ إسلام قارئ القرآن الكريم وإمام وخطيب مسجد الردوان بمدينة السادس من أكتوبر أحد الشباب المتميز في قراءة القرآن وتعلم وحفظ القرآن الكريم شيخ إسلام أهلا بحضرتك أستاذنا الفاضل أهلا بحضرتك أنا أتشرف بلقائي مع حضرتك حضرتك أستاذ وتاريخ ربنا أبريك فيك ربنا أبريك فيك وطبعا مهما تحدثنا عن القرآن حوارنا إن شاء الله يكون عن هذا الكتاب العظيم فضل هذا الكتاب وأنت من المحفظين ومن القارئين لهذا الكتاب العظيم يعني القرآن الكريم مختصر شديد وأنت في طريقك إلى هذا المكان لكي نلتقي إن شاء الله على مائدة القرآن الكريم ماذا كان في مخيلتك أن تقول عن هذا القرآن العظيم وهذا الكتاب؟ والله أستاذنا الفاضل يعني في هذا الصدد يعني الكرآن الكريم أشرف العلوم كاطبة نعم وأعلاها قدرا وأرفعها منزلة نعم أشرف العظيم في مبناه يرشد إلى كل عظيم لذلك كل من يتشبث ويتثبت وتلبس بهذا الكرآن تزداد عظمته من عظمة هذا الكتاب وهذا الكتاب عظيم لأنه هو من عند الله العظيم بل هو صفة من صفات الله عز وجل العظيم الكرآن هو كلام الله العظيم وحينما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا الكتاب على الأرض ليكون منهاجا للناس كلف به أفضل وأعظم الملائكة جبريل عليه السلام سيد أهل السماء من الملائكة فاختار جبريل لأنه أعظم الملائكة كتاب عظيم يكلف به العظيم ثم نزل به جبريل عليه السلام على أعظم الخلق وأعظم أهل الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أعظم الناس خلقا وخلقا وشجاعة ومرؤة وقيادة وإنسانية وكل شيء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فالقرآن ينزل من عند الله العظيم هو صفة من صفات الله العظيم ينزل به أعظم الملائكة على أعظم سيد الخلق لذلك كان الكرآن العظيم كل من يتلبس به أو يتكرب منه يعظم وتزداد عظمته بقدر ما يتكرب ويتلبس بالكرآن العظيم وطبعا القرآن الكريم يعني شيخنا ربنا سبحانه وتعالى وصفه بصفات عظيمة يعني قال عنه قرآن عظيم وقال عنه قرآن كريم وقال عنه قرآن مجيد وقرآن حكيم يعني فكل هذه الصفات وزي ما ذكرت حدوك أنها بتنعكس على القارئ نفسه يعني يكون عنده الكرامة والعظمة والمجد والسؤدد والفضل بفضل القرآن الكريم طبعا طبعا شرف المتعلم من شرف معلومه فلأن الكرآن هو أعظم الشرف فكان المتعلم له شرف كبير بشرف هذا العلم لذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم وعلوكم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في الأمة والأفضلية في الأمة لمن تعلم الكرآن وعلمه يعني لأهل الكرآن فقال صلى الله عليه وسلم خيركم يعني أفضلكم وأحسنكم وأعلاكم شرفا وأوسعكم شهرة من تعلم الكرآن وعلمه نعم وقال أشرف أمتي حملة القرآن نعم صحيح نعم يعني طبعا كلام كتير في هذا المعنى شيخ نيان ولكن يعني القرآن الكريم يعني وإحنا نتكلم عن القرآن الكريم طبعا يعني لا نستطيع أن نوفي هذا الكتاب يعني حقه في جلسة أو جلسات أو حلقة أو حلقات ولكن احنا بنعرج بس كده على بعض مآثر وفضائل القرآن الكريم قبل أن نتحدث عن هذه الفضائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني تعاهد هذا القرآن صحيح فوالذي نفسه محمد بيده له أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقوله وقال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت يعني عايزين نؤكد على هذا القول أو هذا الحديث شيخ الإسلامي يعني وإحنا نتكلم عن القرآن والله نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعاهد القرآن طبعا دي في مصلحتنا إحنا الشخصية يعني دي المصلحة الأولى لنا إحنا نعم يعني الكرآن أستاذ أبو بكر هو قوت القلوب نعم وهو السياط الذي إذا وقع على القلب أيقظه من غفلته السياط السياط الذي إذا وقع على القلب أيقظه من غفلته أنا كنت بتوقع أن كنت دول السياط الذي وقع على الكافر مثلا يعني على القلب يعني ليه من باب على الجبال ده ربنا قال يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صحيح صحيح كل شيء يتحرك بالكرآن بس اللي يحضون دائما أن نتعاهد الكرآن سواء بالكراءة أو التلاوة أو الحفظ أو المراجعة لأنه كتاب مبارك كما يكرر عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك في أكثر من موضع العلماء قالوا مبارك يعني كثير الخير خير لا ينقطع يعني أينما يحل الكرآن تحل البركة الكرآن قرية في البيت تخرج منه الشياطين وتأتي وتحضر الملائكة الكرآن يحمله الإنسان في قلبه ويحفظه هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب قلبا وعى الكرآن لذلك زي ما قلت لحضرتك هو السياط الذي إذا وقع على القلب أيقظه من غفلته يعني يمكن دي مشكلة الناس حاليا وهي الغفلة ربما تمر عليه آية يعني لا يتأثر بها تنصحه بحديث وتقوله التقي الله هو في معصية يعني لا يتذكر ولا يتراجع عن المعصية ده ممكن نقولك أنت يعني بتتهمني من أنا غير متقل الله اتقل لها أنت مثلا يدخل في جدال آه نعم صحيح ليه خلاص أصبح قلبه ميت عشان كده نبس عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الإنسان اللي قلبه ميت لا يشعر بالحياة ما فيش شغف ما فيش تذكرة ما فيش فهم ما فيش فقه بل طبع الله على كله فهم لا يفقهون لذلك الكرآن هو من يوقظ القلب عشان كده نبس عليه الصلاة والسلام في الموقف ده قال لنا وأكد لنا قال الكلوب تصدق نعم وجلاؤها ذكر الموت وتلاوة الكرآن يعني الإنسان يعني يشعر وكأن على قلبه غشاوة من كسرة الزنوب ومن كسرة الفتن يعني ده شيء طبيعي في الحياة نعم بس فيل يتماد في الفتن وهذا يقول الله فيه كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ومد لاحظ لفظ الرحمن هنا يعني فليمدد له الرحمن مع أنه يمد في الضلال صحيح لأن ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالخلق حتى ولو كان كفرا يعني ربنا حتى رحيم بالكافر يظلمه ويسفيه نعم أو يهيي له الحياة نعم لكن الإنسان له يتماد في الضلال ولا يهمه حق ولا باطل ولا جنة ولا نار ولا رضا الله ولا غضب الله يمد الله له في الضلال لأنه لا يستحق الهداية أما الإنسان الذي يريد الهدى والذين اهتدوا زادهم هدا وآتهم تكواهم والذين اهتدوا زادهم الله هدا صحيح ويزيد الله الذين اهتدوا هدى نعم يعني في أي أخرى في سرط مريم نعم نعم لذلك الكرآن الله عز وجل يحي به القروب لماذا؟ لأن كما تعلم حضاكي أستاذنا الفاضل يعني كما تعلمنا منك قديما في الإزاعات لا ما شاء الله من ذكرمك الكرآن هو حياة الكلوب وحياة الأرواح والجسد يحيى بالروح والقلب يعني القلب والروح هي حياة الجسد وحياة القلب والروح هو الكرآن لذلك كما نعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان مكون من جسد وروح طيب الجسد غذاؤه من الأرض الطعام والشراب أما الروح فغذاؤها من السماء من الوحي لذلك الإنسان إذا يعني تخلى عن أحد الغذائين اختل التوازن أنا إن تخليت عن غذاء الجسد يعني عشت بلا طعام الشراب يعني الجسم يضعف حتى يموت وينتهي ويبلغ كذلك إذا الإنسان تخلى عن غذاء الروح عاش كالميت بلا شرف بلا متع بالحياة بلا أمل بلا تفاؤل بلا شعور بأمور الحياة كالميت هو نفس القرآن روح يعني ربي صلى الله عليه وسلم وصف القرآن بروح نعم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا عشان كده قلنا غذاء الروح وغذاء القلب من السماء لماذا؟ لأن نزل من السماء هذا القرآن على الأرض ليكون روحا ونورا للناس وهذا من كلام الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أنا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم صدق الله العظيم طب إذن يعني اتفقنا على أن القرآن يعني غذاء الروح والقرآن نفسه روح من الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نتعاهد هذا القرآن يعني كما ذكر الحديث الشريف تعاهده هذا القرآن سيدنا عبد الله بن مسعود له كلمة في القرآن يا شيخ يعني يقول نفسره القرآن يعني عشان نفهم القرآن لابد أنхنا إيه يعني ما ناخدش الآيات كده وربعة ده حتى أني يعني أنا قرأت أني قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق بين الآيات كان يتوقف عند الآيات التي فيها وعيد ويستعيز بالله من النار وكان يسأل الله الجنة في الآيات التي تتحدث عن الجنة وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه نفسره القرآن يعني ما نقرأش القرآن كده يعني بالتتابع دون فهم يعني أفلا يتدبرون القرآن فدي يعني عزين إشارة برضو من فضلتك يعني كيف نقرأ كيف نقرأ القرآن ونتوقف عند عجائب القرآن التفاعل مع القرآن وهو ده اللي إنسان برحمل بنقول إنه هو يعني يريد أن يحيا قلبه يتفاعل مع القرآن ما اسمعش آية مرة علي كده وأنا مش عارف هي فيها إيه لكن لما أسمع آية بتقول في بدايتها يا أيها الذين أمنوا أعلم في نفسي وأنتبه لأن الله ينادي علينا نحن المؤمنين يا أيها الناس هذا ندعو من الله تعالى للناس هو سيد عبد الله بن عباس يقول لما تسمع يا أيها الذين أمنوا فرعاها سمعك فإما يأتي بعدها يعني أمر أو نحي صحيح يعني واضح يعني التفاعل مع القرآن لذلك لما قال الله ولكن جعلناه نورا فكأن الكرآن هو النور الذي إذا ابتعدنا عنه أظلمت علينا حياتنا أصبحت بلا نور يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله ويأتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا نورا تمشون به نورا تمشون به يعني كأن الإنسان ماشي في زي ما احنا كده في النور يعني صحيح سبحان الله لكن لا ننتفع بالقرآن إلا مع التفاعل معه تفاعل معه كراءة أو سماعا مع التدبر مع الفهم مع البحث في الآيات يعني أنا ما أسمعش مثلا في صورة قصيرة جدا ربما يحفظها معظم الناس حتى الأطفال صورة الفلق وعند قول الله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب أقرأه وأنا لا أعلم ما هو الغاسق إذا وقب كثير يعني هذا عيب علينا خصوصا على المتعلمين طبعا والمثقفين نعم أصحاب الشهادات أصحاب الجامعات نعم يقرأ يعني كما قال ابن مسعود يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو منهم لذا ماذا هو منهم لأنه يعني يقرأ ظلم نفسه مش فاهم ظلم نفسه يقرأ بدون عمل عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ الكرآن ويعمل به كمثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب هو نفسك مؤمن طعمه طيب في خلقه في معاملاته الناس تحبه ريحه طيب يعني سمعته وذكره بين الناس طيب جدا تحبه الملائكة يذكره الله عز وجل في الملاء الأعلى لأن الله يعني يذكر من ذكره من ذكر الله في ملاء ذكره الله في ملاء خير منه والقرآن هو ذكر هو أفضل الذكر أيضا يعني قال الله فيه طبعا إننا نحن ازلنا ذكر وإن له لحفظه في القرآن الذكر فإذا ذكرت الله بالقرآن يذكر الله وعبده في ملاء خير منه إذا ذكره من معي نعم ذكر القرآن طبعا لذلك أستاذنا الفاضل يعني أنا أقول الإنسان ينبغي أو المؤمن ينبغي أن يكون المؤمن في حال من الثلاث حالات مع القرآن وإلا فهو إنسان شقي بعيد كل البعد عن رحمة الله الإنسان إما حافظ ومتقن للحفظ بمحكم القرآن ومتشابهه بالتجويد بالمخارج والصفات بالمعاني هذا متقن للكرآن وإما إن لم يستطع أن يكون حافظا متقنا للقرآن فيكون قارئا يقرأ القرآن كثيرا له ورد يومي من الكراءة حتى هو مش حافظ ينتفع بالقرآن وإما إن لم يستطع قراءة القرآن لأي عذر فيستمع للقرآن وعندنا وسائل استماع ما شاء الله يعني كثيرا جدا نعم في الحالة الأولى حالة إثقان القرآن وهذه أفضل المكانات الذي قال الله عز وجل فيهم في أهل الإثقان إثقان القرآن قال الذين يتلونه حق تلوته أولئك يؤمنون به فأعظم الناس إيمانا بالقرآن هم من يتلون الكتاب حق تلوته من حيث المبنى والمعنى يكرؤون كراءة صحيحة تجويدا ومخرجا وصفاتا يعلمون أين يقفون ومن أين يبدأون هؤلاء الفرقة الناجية العلية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة يوم الملائكة أفضل الملائكة الملائكة لات تسافر كثيرا هذا المهر بالقرآن ماهر به حفظا و كراءة تلاوة وهؤلاء الناس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا في حق القرآن بأيدي سفرة كرام بررة صحية نعم ما أحلى هذا الوصف وهؤلاء الذين قال في النبي صلى الله عليه وسلم يقعد لقارئ الكرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي نعم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تكرأها أي عند آخر آية تحفظها هؤلاء هم مرفوعون في الدنيا وفي الآخرة درجات الجنة بعدد آية الكرآن كلما الإنسان يحفظ آية أكثر ترتفع درجاته في الجنة إلى أن يصل إلى الدرجات العولة نعم صحيح هؤلاء الناس الذين مدحهم ليسوا صلى الله عليه وسلم وقال خيركم من تعلم الكرآن وعلما هذه هي الدرجة الأولى أو الحال الأول مع الكرآن أفضل الأحوال طيب بعض الناس ربما يعني لم تتهيأ له الفرصة أن يتعلم الكرآن أو يتدارسه لظروف ما أو لحياته الشخصية خلاص فاتني هذا الفضل هناك فضل آخر من رحمة الله عز وجل على الأمة عشان كده ربنا قال في الكرآن ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر أين المقبل أقبل بس أنت بأي إمكانية حتى ولو أضع في الإمكانيات حتلاقي الدنيا مهيئة وربنا عز وجل يفتح لك من رحمته وكرمه في كتابه وفي أن القرآن ميسر يعني أنت يا شيخ السلام يعني إحنا مثلا نجد أطفالنا صغيرين في السن ويحفظ القرآن وعندما يعني مثلا لو طلبت من هذا الولد اللي هو يحفظ القرآن أنه يحفظ كتاب التاريخ مثلا أو الجورافيا لا يستطيع لأن القرآن نفسه ميسر سبحان الله العظيم من رحمة الله طبعا طبعا لقد يسرنا لقد دي لملة لملة تأكيد وقد للتحقيق يعني مش محتاجة مش محتاجة كلام يعني وخلي بالحضرتك نعم هو سبحان الله تعالى قال إيه ولقد يسرنا الكرآن ليه الذكر ما قدش للحفظ ما قدش للحفظ فقط يعني التأكيد ليس للحفظ فقط للذكر تشمل الكراءة والتلاوة أو السماع أو تدبر أي شيء فيه ذكر الكرآن أو الحفظ نعم يبقى أنت تقرب للقرآن بأي شيء ولو بأقل المراتب نعم تلاقي فيه تسير نعم يبقى أنه عندنا تلات مراتب نعم أول مرتبة هي مرتبة الإتقان نعم المرتبة الثانية هي مرتبة إيه لم يستطع الإتقان والحفظ الكراءة لا أنفك عن هذا الفضل ولا أحرم نفسي منه لذلك قال الله عز وجل فكرأه ما تيسر من الكرآن نعم اقرأ ولو على قدك مش قادر تختم الكرآن كل شهر وهذا أقل القليل لكن مش قادر ولو صفحة في اليوم لا تحرم نفسك نعم وربنا قال بعدها مؤكدا قال فكرأه ما تيسر منهم نعم اقرأ ولو للقليل لا تحرم نفسك شوف يعني حتى فيه كان فيه طفل كده صغير مع جده جده يقول له يا بني لا تنفك عن قراءة الكرآن وتلاوته فالطفل بقول له يا جدي طب أنا يعني مش حافظ الكرآن هستفيده لما أقرأ يعني يعني أنا لو أنت معاك إناء كده شوف الطفل إزاك إزاك معاك إناء وأخذت الشيء من المية خلاص أنت كده مليته بمية استفدت بحاجة إنما أنت جبت مصفة متخرمة من تحت حطتها في المية وتطلع من غير شيء قال له يا بني هات المصفة اللي أنت بتقول عليها كده جاب المصفة قال له نزلها في المية كده نزلها في المية وخرج بها من المية فعلا المصفة هذه المصفة لم تحتفظ بأي شيء من الماء ثم قال له الجد الفاهم العاقل قال له اذهب بها إلى الطين فاغمرها في الطين ذهب بها إلى الطين وأصبحت المصفة يعني ليس يعني لم تعد يظهر لها لون من الوسخ والطين قال له انزل بها في الماء فنزل بها في الماء فخرجت المصفة نقية صافية نظيفة قال يا بني هكذا القلب وعند يعلمه نعم صح نعم القلب يصيبه غفلة وتصيبه الذنوب بأشياء قد تمنعه عن فهم الحق من الباطل قد تمنعه من نور الله يعيش الإنسان بقلبه كالميت ربما فالقلب الذي يغسله وينظفه وينظف الروح من هذه الأوساخ الكرآن لابد أن تخرج بعيداً الكرآن حتى ولو كراءة من غير مراجعة لذلك نعم من مرتبة التالتة بقى ليه السماع نعم وده لا نحرم نفسنا أكمل ملاحظة بسيطة لكي أرغب الناس في كراءة الكرآن حتى وإن لم تكن حافظاً يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف يعني حتى إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم فقط هذه الكلمة التي ربما لا تضح معناها للناس أخذت عشر حسنات أخذت ثلاثين حسنات بسم الله الرحمن الرحيم نعم صحيح لذلك الإنسان يعني يكون منتبهاً وعاقلاً لهذا الأمر يعني سبحان الله لو حالك نظرت في الصفحة هتلاقي الصفحة يعني حوالي خمسة عشر سطر نعم السطر الواحد يحتوي يا أستاذنا الفاضل على يعني حوالي ثلاثون حرفاً يزيد قليل أو يقل قليل في المتوسط ثلاثون حرفاً والصفحة بها خمسة عشر سطراً لو يعني الثلاثين حرف في السطر ربما وخمسين بربما وخمسين حسنة في خمسة عشر بأربع تلاف وخمسمائة حسنة في الصفحة الوحيدة والله يضاعف لمن يشاء ويضاعف هنا مش معناها أنه الضعف بس ممكن يكون أضعافاً كثيرة نعم أضعافاً كثيرة يعني ربما الملائقة حسب بنية والاكتهاد والإخلاص بقى وحسب يعني ساعة يعني فضل الله سبحانه وتعالى ليس له انتهاء لكن أقل القليل الذي تخرج به أربع تلاف وخمسمائة حسنة في صفحة واحدة مبالك بعشر صفحات مبالك بعشرين صفحة يعني جزء كامل وإحنا محتاجين للكلام ده محتاجين يثق الموازن بالحسنة وقد يقول مثلاً هو شاق علي فالحديث وضح هو الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني يتلعثم كده ومش عارف يزبط الكلمة وهو عليه شاق صعب عليه أدرك كلمة صح لكن له أجران أجر المشقة وأجر التلاوة فبقي الاستماع عشان معنا مدخلة نعم إن لم أستطع أن أدرك الحالتين هاتين الحالتين فعلينا بالحالة الثالثة وهي أقل القليل وهي الاستماع وعايزين بس ننبه السيد المشاهدين الاستماع وليس السماع نعم زيادة المبنى نعم الله عز وجل يقول وإذا كرأ القرآن فاستمعوا فاستمعوا له وأنصته لعلكم ترحمون قيد الله الرحمة بالاستماع للقرآن رحمة في حياتك بقى رحمة في قلبك رحمة في رزقك رحمة في أولادك في بيتك وقالوا لزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى صحيح نعم لذلك هذه التاء تدل على زيادة المبنى نعم لزيادة المعنى نعم أو لضح المعنى لأن يعني الفرق بين الاستماع والسماع ونسوف الآية الثانية ربنا صحة الله يقول وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه مش استمعوا استمعوا لأنه مش عايز يسمع صحيح بالظبط كده نعم ده يستمع لأن السماع يدل على ضعف التركيز وضعف الانتباه للمسموع ولذلك واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب هنا هيستمع بقى مش هيسمع يعني هنا استمع انتبه بقى كويس أوي لأن ده مهم ده مش مهم وبس ده هيصحية بالظبط كده لذلك نعم نعم تفضل شيخ اسلام أنا معي مداخلة وبعد كده بنساكم الحوار نحول القرآن الكريم معنا هذه المداخلة أعلو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم أستاذ الفاضل والأخ الفاضل محضرم المقور أستاذ محمد عبد العظيم القمة والقامة الأستاذ أبو بكر بدوي الذي قال ما نحن بجواره ونسمعه ويسمعنا فنحن بخير والله العظيم يا سيدي ربنا جعلنا إن شاء الله على خير دائما وما يسعد لهذه الليلة وهذه في هذه الحلقة أنك استضفت أخ عزيز وأخ فاضل فريد الشيخ إسلام أبو العلا والله واللقاء اللقاء ده تأخر كثيرا ولكن يعني ربنا أزن أن يكون الآن كنت أكلمه قبل الحلقة بشوية قلت له يعني السلام أبو بكر ربنا يباريك لنا فيه ربنا يكرم حتى لا أطيل عليكم حقيقة الحلقة ثمينة ومسمرة وفضيلة الأخ الفاضل فضيلة الشيخ إسلام أبو العلا بيكل الكلام جميل جدا ويعني يحتدى به ويؤخذ به ويريد كل بيت يعني أطفاله وأولاده وشبابه يتربوا على القرآن الكريم لأن القرآن الكريم مور وعلم وحص وشفاء وتربية الإسلام القرآن هو يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه أفمن شرح الله صدره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويل للقاسية قلوبهم من كلاوة القرآن الكريم والبعد عن القرآن قبل أن ننتهل من هذه الصفحة ماذا يقول الله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون أولا يعني لا يفوتني أننا نحمد الله نحمد الله دائما وأبدا ونحمده حمدا كثيرا أن القرآن نزل بألسنتنا وبلغتنا لغة القرآن الكريم الحمد لله وهو فعلا القرآن شق على بعض الناس شق على اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ران على قلبه القرآن جميل والقرآن مفهوم كنت مرة أجلس مع صاحب الفضيلة الفضيلة مولانا الشيخ الشعراوي وقال القرآن يسمع حتى يقرأ يعني تسمعوا الأول من أهل علم ومن شيخ فاضر بالتلقي حتى تتلقى قرآنا سليما ليس به تحريف وليس به يعني لغ ولا لح جلي أو قصر فالقرآن يعني هو دستور الحياة هو نمرأس البيوت هو الذي نتعلم منه كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قال ايه برضو نفس الصورة ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل كل شيء في القرآن الكريم وبعدا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولقد آتيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم والستاذ ابو بكر وآخر حبيب فضيلة الشيخ الإسلام أن الفاتحة لوحدها السبع المساني دول لو تعلمنا ما فيها ما في السبع المساني من فضائل وعظمة وقرب إلى الله وتوحي وحب لله عز وجل نقرأها ليلة نهار السنتنا تكون رطبة بها ليلة نهار فالقرآن عظيم والقرآن جميل والقرآن يكفي أن الله سبحانه وتعالى عليه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ومش بس شفاء ورحمة كمان شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا وجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الإسلام وأرسل فينا رسولا تعلمنا منه كل شيء حتى تلاوة القرآن رغم أنه كانوا يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي ولكن والله ليس هناك أعلم ولا أنبل ولا أفهم هو أمي بلفظ القرآن هو أمي بلفظ القرآن يا مولانا والأمية الشيخ الشعراء الشيخ الشعراء قال الأمية شرف عند النبي وليست شرفا في غير النبي عليه الصلاة والسلام أنا لست كنت أقول لحضرتك شرفا للنبي أن يكون أميا ويكلو القرآن ويعلمنا القرآن بهذه الطريقة لأنه يعني ينقله عن الله سبحانه وتعالى نعم يا أستاذ أبو بكر أنت أخ فاضل وأخون أخ كبير وأخي عزيز علينا ويعني أنت قيمة وقامة في الإعلام المصري والعربي والإسلامي ككل وأنا على قرب منك وأعرفك جيدا أنك من أهل العلم وأهل التقوى وأهل الإخلاص يعني ربنا جعلنا كذلك يا مولانا وذلك أسأل الله العظيم أن يتقبل منك هذا الأمر إن شاء الله فالقرآن يعني أنت تخيل لما واحد يلحن لحن صغير في القرآن وهو يقرأ مثلا من قدام العالم هكذا وليس بعيد دمانيمة واحد قاموا ردوا وشعروا بالخطأ ودي عزمة القرآن طبعا القرآن موجود في العقول والقلوب فحتى لا أطيل عليكم والله تأمرنا السعادة حين أسمح فضيلة الشيخ الإسلام وأتمنى أن يمن علينا بخمس دقائق تلاوة قرآنية وليس ترتيلا حتى يعني ينشرح صدرنا وتنشرح قلوبنا ونغمر بالسعادة والفرحة ويمتعنا في هذه الحلقة في وجود سعادتك أستاذ أبو بكر ونسأل الله العظيم رب العرش لعليك دوام الصحة والعافية والتوفيق الدائم إن شاء الله وأشكرك على حصل اختيارك لضيوفك الكرام كنت في الحلقة في الفقرة الأولى كان معك فضيلة الدكتور سنعين والله وأشجانا وعلمنا كثيرا وسعدنا بلقائه وكلامه وأتم الفرحة والسعادة علينا فضيلة الشيخ إسلام أبو العلا وهو إمام مسجد وحافظ ومحفظ لكتاب الله فنتمنى من الله أن يمن علينا بخمس دقائق اختلاوة وآبارك الله فيه وعليه وجزاكم الله وخيركم وجعل الله ذلك في منذ شكرا مولانا شيخ محمد عبد العظيم جزاك الله خير ومحمد العزيز طيب نعود لحظك مرة أخرى طبعا شيخ إسلام طبعا أول كلام عن القرآن يعني كثير لن نستطيع ده بحر طبعا يعني بحر لا يدرك قعره زي ما قال سيدنا علي عنه يعني رضي الله عنه بنتكلم عن بعض يعني يعني بعد ما يتعلق بعلوم القرآن طبعا مش هنتعرض بإسهاب ولكن يعني يعني حتى نعرف السادة المشاهدين يعني فيه ناس كثير زي ما حضاك بتذكرت ممكن يقرأ طيف ده طول عمره يقرأ ويجي تسأله مثلا القرعة وما القرعة طوله يعني إيه القرعة ما يعرفش يعني إيه الفراش المبسوس وإيه العهن المنفوش ما يعرفش وللأسف بيكون على درجة عالية من العلم والتعليم يعني أنا مش بألوم مثلا اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ما منش عليه بالعلم لا نتكلم عن أهل العلم تجدوا مثلا يعني مش هايزة أقول يعني وعايز أقول كمان يعني وزي ما أنت ذكرت إنه إذا كان ربنا منع علينا بحفظ القرآن مثلا أو بقراءة القرآن وإنت تستطيع أنك تقرأ طيب لماذا لا تستطيع أنك أنت يعني تبحث في تفسير القرآن والعملية سهلة عملية سهلة جدا النهاردة السوشيال ميديا لو كتبت كلمة بيطلع لك معناها ومن قال فيها يعني فمثلا عندما يعني بالنسبة لمس المصحف من غير طهارة يعني ربنا قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهارون هل يصح مس المصحف بدون طهارة أو قراءة القرآن في المصحف بدون طهارة والله طبعا هي الآية دي لا يمسه إلا المطهارون مقصود بها الملائكة نعم وليس البشر تمام لكن يعني قال أكثر العلماء اقتداءا بالملائكة تمام أنه لا يجوز أن يمس الكرآن إلا من كان طاهرا طهارة وضوء يعني على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اللي ينجس حين ميتا فمش معنى أنه يكون طاهر يعني بل مش متوضي بنجس لا طهارة وضوء يعني فأكثر العلماء على أنه يعني لا يجوز مس المصحف إلا على وضوء لكن هناك رأي آخر ورأيه قوي جدا هو مشهور وأنا يعني ما أدين لله به أنه يجوز مس المصحف والقراءة فيه والقراءة فيه من غير وضوء لتعلم لأنه ما جاء حديث صريحا يعني يأمر أو يعني أو ينهي عن مس المصحف بدون وضوء إلا أن يكون جنبا يعني إلا أن يكون جنبا طبعا يعني أو الفساء أو أو الحائض أو الكلام أو الحائض نعم آه يعني لكن برضو حي عايزين نقول حتى لو أنا هكرا الكرآن بدون وضوء يعني على الأقل لا أمس الكتابة اللي في المصحف أنا ممكن أمس المصحف من الخارج الجلد نفسه جلد نعم أو أقرأه بلسان لا مشكلة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال السيد عايشة كان يذكر الله على كل أحيانه نعم يعني حتى يعني كان يكرر الكرآن ويذكر ربنا حتى هو جنب نعم حتى وأنه كان يذكر الله وفي حجرها وهي حائض فلا مشكلة لكن المهم أن لا يمس الكتابة اللي هي كتابة المصحف وهو على غير وضوء نعم نحن عندنا لو قرأ من خلال الهاتف نعم لا مشكلة نعم لقرأة أيهث أو كان متوضئا أو غير الذي أو الأمر متوضئنا يعني الله عز وجل كان ينزل أحكاما على الناس في بداية نزول القرآن وبداية الشريعة الإسلامية هذه الأحكام ربما بعدها لا تتناسب مع الوقت الزمن بعدها فالله عز وجل ينزل آية تنسخ ما قبلها مش إن ربنا بيرجع في كلامه لا ربنا عز وجل حكيم ونعليم والقرآن يعني قرآن مجيد وقرآن حكيم فالله عز وجل كان يعني ينزل القرآن وهذا من تيسير الله على الأمة ورحمته على الأمة أنه كان ينزل الأحكام مناسبة لأحوال الأمة وهذا والنسخ ونسوح وحتى الآية صريحة يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو نسيها يعني ما يكونش فيه ما يكونش السابق أفضل لا اللي بعد هو يكون أفضل لكن ربنا عز وجل كان حتى يأخذ الأمة بالتدرج مثل ما حصل في تحريم الخمر نعم نعم طيب نزول القرآن منجما يعني القرآن كان ينزل يعني طبقا للحوادث والأجرام أو متفرقا يعني وقالوا لو لا نزل عليها القرآن جملة واحدة كذلك لنسبت به فؤادك وردت أنه ترتيلة يعني عظمة القرآن يعني احنا قرأنا شيخ الإسلام أن الكتب السماوية الأخرى مثلا طورا والإنجيل نزلت دفع واحدة أما القرآن فكان ينزل تابعا للحوادث أهمية أن يكون القرآن تابعا للحوادث ولم يكن جملة واحدة كما أشار الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا هو بيجادله خلاص هو لو نزل جملة واحدة لقالوا لو لا نزل هذا القرآن متفرقا يعني هو جدال بس مش أكثر إنما الحكمة في نزوله منجما أو متفرقا أولا يعني كما ذكر الله عز وجل في الآية لنثبت به فؤادك لماذا؟ أسباب كثيرة يعني اختصر بعضها زي ما بقوله كده يعني كثرة الحديث ينسي بعضه بعضا الكرآن كل منزل مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيفتكر دي أمتى وهتذكر بدي أمتى ويتدبر دي أمتى وتأثر بدي أمتى لكن لماذا؟ لأنه ينسي بعضه بعضا إنما نزوله متفرقا على أوقات متفرقة يكون يعني ذلك سابون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله عندهم فرصة يعني يتدبرون الكرآن ويعيشون في معانيه كما قال الله وتعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يعني نعطي فرصة للعقل يتفكر ويتدبر في كل آية من آيات ويكون أوقع يعني في هذه الحالة يعني وأكثر تثبيتا وتثبتا يعني تمام أيضا لأن الحرب كانت شديدة عنه صلى الله عليه وسلم من أهل كريش وأهل كريش هم أهل فصاحة ولغة فكانوا يحاربون حربا شديدة فلما الكرآن كله لو نزل مرة واحدة مش حيلحق الكافر اللي هو بليغ في اللغة ده يعني يتأثر بدي ويشوف معجزة الكرآن هنا ويشوف قدرة الكرآن العالية في المبنى وفي المعنى فالكرآن ينزل واحدة واحدة عشان الكفار يلاحظوا معجزة الكرآن وعشان هم بيحاربون نبس صلى الله عليه وسلم ويتحدوه بالمعجزة فالربنا عزيزة يقول لهم إيه طب دي آية واحدة بس آية واحدة هادو زيها وبعد كده لأن كمان إزاي بقوله كده التربية بالمواقف يعني أنا مثلا لما يكون عندي طفل بيحفظ عندي ولي بتعلم عندي لما أقول له حديث كده يحفظه يمشي غير لما هو يعمل مشكلة أو يحصل فيه موقف بيحصل فيه منه ويعمل مشكلة أو خطأ معين وأنا ساعة الخطأ ده في المواقف ده أنصحه بنصيحة بآية كرآنية أو حديث هنا أمره في حياته ما هينسى النصيحة دي والحديث ده ليه دي تسمى التربية بالمواقف زي الموقف اللي تعرض ليه سيدنا عمر والصحابة في موت النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما لم يصدقوا موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم ارتدوا فجاء سيدنا عمر قال من قال إن محمدا قد مات قطعت رقباته بالسيف فجاء سيدنا أبو بكر وقال ألم تقرأ قول الله تعالى إيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفا إمتى أكتل إلى آخر الآية فسيدنا عمر يقول وكأني لم أسمعها إلا الآن يعني المواقف المواقف لذلك الكرآن كان ينزل على حسب المواقف اللي الناس كانت عيش فيها ليكون الناس أكثر اتباطا وفهما للقرآن نعم طيب عندنا فيه يعني فيه بعض يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن وبنفرح كده لما القرآن مثلا إيه أو تأتي ظاهرة علمية تؤكد القرآن الكريم مع إن المفروض إن إحنا خلاص إحنا إيقاننا إن القرآن الكريم مش محتاج إن إحنا يعني الحقائق تؤكده يعني أو العلم يؤكده ولكن فيه بعض بيستند لموضوع الإعجاز العلمي يعني يوصل للكفار يعني إن إحنا عندنا القرآن هو يعني عندك المعلومة أنا عندي المعلومة دي من 1400 سنة صحيح وكثير من الأطباء الأمريكان والألمان وغيرهم يعني دخل في الإسلام عندما قرأ الآيات التي هي متعلقة بالجنين في بطن الأم والحضرتك اللي هي مثلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلقا في ظلمات ثلاثة إزاي القرآن توصل إلى هذه المعلومة أو إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب فيعني العجاز العلمي ماذا يمثل بالنسبة للقرآن يعني من وجهة نظرك والله إزاي ما بقوله كده يعني بالنسبة لنا استئناس مش أكتر استئناس آه ومش لينا لغير المسلم لأن أحيانا مثلا أنت حدك تقرأ عليه القرآن هو عشان أصلا يعني مش عارف يعني رب ومش عارف يعني نبي ومش عارف يعني عظمة القرآن فم يتأثرش به بعض الناس اللي هم يغلب عليهم موضوع العلم والكلام ده والطبيعة والكلام ده يعني يسيطر على تفكيره اللي هو إيه يعني الطريقة العلمية أو الاسلوب العلمي الميتافيزيقة بقى هو عايز يشوف حاجة قدامه يقتنع بيها فأنت لما تجيب له قرآنية تتحدث مثلا عن انشقاق الكمر من أكثر من ألف رمائة سنة أو عن التقاء البحرين العذب والمالح في مكان واحد وربنا تتكلم عنها يعني من أكثر من ألف ورمائة سنة مارج البحرين يلتكوين بينهما بارس زخون لا يبغيان يجي هو النهاردة لسه مصورها من كم سنة ومكتشفها ويعني وبيستغرب من المعجزة دي نقوله الكرآن تتكلم عنها من ألف وربماد سنة نعم والأمثلة كثيرة فهي يعني احنا بالنسبة لنا كمؤمنين مش محتاج أننا إلا أشوف إثبات إثباتات أرضية على الخالق وإن كان كل شيء يدل على الخالق سبحانه وتعالى لكن احنا يعني نستأنس بها زي إيه زي ما نبس عليه الصلاة والسلام ربنا ما لما كان بيقوله ولا قد استهزئ أبي رسل من قبلك فحقب الذين يساخروا منهما كانوا بيه استهزئون هنا ربنا عزيزيز يعني بيؤنس النبس عليه الصلاة والسلام فاصبر على ما يقولون عارف النبي كده كده هيصبر وثابت لكن ربنا يعني أنس يعني خلي بالك ده حصل مع الرسل قبلك وربنا نصرهم في نهاية الأمر يعني حتى آخر سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه ولقد كان في قصصهم عبراتهم لغول الباب ما كان حديثهم يفترى ولكن توضيط الذي بين يديه إلى آخر الآيات يعني طيب الإعجاز من الإعجاز العلمي إلى الإعجاز العددي في بعض الناس بقى يعني بيألفوا بقى في الإعجاز العددي وأنا عندي أنا نفسي أعمل يعني إن شاء الله حلقات عن الإعجاز العددي في القرآن لأن أنا عندي المصدر نفسه اللي يتكلم في البعض لا يعني لا يرتقي إلى الكلام في الإعجاز العددي ولكن لا يجب أن ننظر إلى القرآن هذه النظرة يعني ده صحيح والله نفسي لوجهة كده يعني ما ينفعش إن إحنا يبقى تركزنا على الحتة دي ونربط العدد الآيات ونربط عدد الصور ولكن أليس فازيه براعة يعني؟ والله براعة تأتي في نهاية الأمر وإحنا فاضيين كده بعد ما خلصنا دراسة العقيدة وخلصنا دراسة التفسير واستفدنا منهم أو فهمنا القرآن ويعني واكتهدنا إن إحنا إزاي كيف نعمل بأحكام القرآن وكيف نفرج بين متشابهه ومحكمه ونعلم الناسخ والمنسوخ وبعد ذلك بقى إحنا يعني إحنا بقى كده بالنتفلسف كده متفكه بقى في الإعجاز العدد تأتي في نهاية الأمر الإعجاز العالم الحصول إنه لك ما هو أفضل وما هو أهم أولى الأولى الانتفاع بالقرآن وأنا أستفيد إيه لما أطلع عدد من القرآن مناسب لعدد شهور في حاجة معينة يعني إن هي إلا يعني مؤنسات أو مسليات لا يعني هناك مثلا من يقول أن القرآن مثلا ذكرت كلمة الدنيا كم مرة في المقابل كلمة الأخيرة الجنة مقابلها كلمة النار كلمة يوم ذكرت في القرآن 365 على إن السنة 365 يوم وهكذا يعني فهذه يعني أعتقد يعني هي اكتشافات مسلية مسلية وفي نفس الوقت تدل على إعجاز القرآن صحيح لا شك أن لأنه مش ممكن واحد هيقلف كتاب بهذا الشكل يعني مستحيل مستحيل يعني إلا إذا كان من عند الله لا شك أنها تدل على يعني أو لا شك أنها من عظمة القرآن نعم لكن يعني ينبغي ألا نشغل نفس يعني أعني أنها مرحلة لاحقية إلا مرحلة أخيرة بعد الأولى دراست الأولى وفهم الأولى طيب في موضوع مهم جدا موضوع الوقف والابتداء كثير من القراء لم يكن معظم القراء يعني يجيد الحفظ ويجيد التلاوة ويجيد المخارج الألفاظ والأحكام ولكنه يقع فريسة للوقف والابتداء صحيح وأحيانا يعني الخطأ في الوقف والابتداء يؤدي به إلى ما لا يحمد وقباه مسألة تبقى صعبة جدا يعني كيف نقرأ كيف نبدأ كيف ننتهي من القراءة عشان كده أستاذنا الفاضل علم الوقف والابتداء يعني لا يقل أهمية عن علم التجويد والأحكام بل هو أهم ليه؟ لأننا ممكن الكارئ أنا كإنسان سامع بسمع عادي من عوام الناس أسمع من الكارئ وقفا يغير المعنى المطلوب من الآية الذي أرده في الآية رب العالمين لذلك العلماء قالوا من وقف فقد فسر يعني تفسير الآية حيكون بنانا على وقف حضرتك لذلك تراحي الوقف خصوصا زي كان وقفا اختياريا هذا هو الأصل الوقف الاختياري الوقف اللي هو الاضطراري ده بيكون فيه السماح لعزر لما الوقف الاختياري لابد أن يكون عن فهم وعلم وتدقيق لذلك أنا نصيحتي لأهل الكرآن أو الذين يريدون تعلموا الكرآن أو يريدون أن يقرؤون الكرآن على الناس سواء في الصلاة أو في المحافل كما اجتهدت لتحفظ الكرآن وتتعلم مباني الكرآن من حيث التجويد والألفاظ والأحكام اجتهد وهذا أولى اجتهد على أن تعلم أين تقف ومن أين تبدأ وهذا يأتي من يعني أمرين أو مصدرين المصدر الأول هو فهم الآيات دراسة التفسير وأسور التفسير المصدر الثاني دراسة أنواع الوقف وأنواع الابتداء وكيفية الوقف وكيفية ابتداء من حيث اللغة والصرف والبلاغ الوقف الابتداء ده أصلاً يحتاج إلى وقت طويل الحقيقة لا بس نعم يحتاج لحنا نتكلم فقط عن أهميته أنا بتكلم يعني باخد عنوين بس طيب علامات المصحف الشريفة شيخنا يعني اللي هي الوقف الجائز والممنوع والوصل أولى والوقف أولى هل يعني لابد من الالتزام بها أم أنها يعني وضعت للتبسيط فقط يعني والله العلماء يعني رحمة الله عليهم الذين وضعوا هذا العلم ما كانواش قاعدين فاضيين كده وكتبوه يعني للتسلية فلابد أن هذا الاجتهاد الكبير جزاهم الله عنه خيراً يعني خلفه أهمية كبيرة لذلك لأننا كما كنا من وقف فقد فسر يعني مثلاً الآية اللي بيكون عليها ميم هذه الميم لما تكون على الكلمة في الآية بمعنى الوقف اللازم الوقف اللازم يعني الأفضل أن تقف ولا تصل ما قبلها بما بعدها زي إيه مثلاً فلا يحزنك قولهم نعم إننا نعلمهم ربنا هنا بيقول نفسه وعلى الله عليه وسلم يا محمد لا يحزنك قول المشركين خلاص كده موضوع خلص وبعدنا ربنا يقول له إيه ما تخافش إنا نعلم ما يسرونه وما يعدنونه لما لو وصل هنا كأنه من قولهم نعم صحية فلابد طبعاً من فهم هذه العلامات وحفظها وبعضها يعني يعني زي مثلاً كلمة صلي دي معناها إيه معناها جواز الوقف مع كون الوقف أولى مع كون الوصل أولى فهنا ممكن وصلت ماشي وقفت مثلاً عشان نفس ما يكفيش فيش مشكلة إنما في بعض المهم يعني دي معمولة ليس للالتزام بها ولكن للإسترشاد ما هو للإسترشاد يعني ويأتي بعده للالتزام يعني أصلها ليست توقفية ولكن هي توفقية ليست توقفية صحية صحية لكن لأن لضعف الناس أصبح الناس يعني ضعفاء في اللغة زي ما كان الأمر عادي الناس فهمة بتبتقول إيه زي ما كده كان الرجل كان بيصلي وقال والسارك والساركة فقطع وإيديهما جزاء بما تكسب من الله إن الله فهو الرحيم الأعراب اللي هو مش متعلم من آهل البادية صحيح يعني تيجي الزيدي فلا يتلغل تأتي المغفرة مع العقاب أنا حكم فعزة فحكم فقطع نعم صحيح أما الآن أصبحت الناس ضعفاء في اللغة لذلك نحتاج إلى ما يرشدهم أين تقفوا من أين تبدأ لذلك نحن أصبحنا ضعفاء في اللغة وخصوصا الشباب في هذا العصر فلابد أن نتعلم هذه العلامات ونلتزم بها تفسير القرآن بالرأي سريعا يعني نحن معنا وقتين كده يعني هي كده ينتهي يعني طبعا التفسير يعني أولا يكون القرآن بالقرآن ثم التفسير القرآن بالسنة ثم التفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم التفسير القرآن بالنسخ والمنسوخ أو بالكراءات وليس بالرأي وليس بالرأي الرأي هذا في آخر المطاف يكون عالم ويفند كل هذه الأرأي من اللي حيقول القرآن برأيه مش واحد مننا في اليومين دول هذا الذي يفسر القرآن برأيه أو بفهمه ينبغي أن تتوفر فيه صفات كثيرة أجر القرآن واللغة وعالب الناس يخل من السوق أجر القارئ أجر القارئ نعم نحيث يعني من حس تحديد الأجر عند القراءة نعم هو يعني كما قيل حقه ما يأخذ عليه الأجر هو الكرآن فطبعا يعني خلي مثلا حد يقول الشيخ لما يقرأ في حفلة أو كده ليه يشتري تقول عايز فلوس الفلوس بتكون على الوقت المكتطع أنا وقت ده ممكن أشتغل به في حاجة تانية احتباس يعني اه احتباس الوقت مش على الكراءة نفسها وإلا تعالى بقى على أمام المسجد ما تدولوش مرتب تعالى على المحافظ ما تدولوش مرتب طبعا الناس دي هتعيش منين يعني مش معاود المعلم له أن يأخذ راتبا ولكن ليس عليه أن يشترط يعني لا ليس عليه أن يشدد على الناس يعني أنا يعني بعديثي أن أستبدل كلمة أشترط بالمشاقة يشترط بالقدر المعقول يعني هذا ليس على سبيل الاشتراط لكن على سبيل التوضيح والله أنا ينسبني مبلغ كذا فيش مشكلة لكن بلا مشقة على الناس حتى لا يعني حتى لا يتصدعون من الكرآن وأهل الكرآن وإلا يعني فالمعلم والقارئ إذا يعني لم يأخذ أجرا كافيا على وقتهم فيعني كيف يتعلم وكيف يعيش هو وأولاده يعني مش معقول المعلم حيوكل أولاد وراء المصحف يعني لا طبعا هو طبعا يعني الكلام كتير طبعا شيخ اسلام وكنا نود أن احنا نسمع منك يعني قرآن مرتل وقرآن مجود يعني إن شاء الله يكون فيه لنا لقاء آخر يعني شرف لي يا حضرتك والله بإذن الله يعني ونتكلم عن أشياء أنا محضر يعني صفحات لو لو عندنا ساعات مش هننتهي يعني حضرك موسوعة موسوعة الزملة طبعا زملة في الكنترول بيشيروا أن احنا يعني جاوزنا الوقت يعني فأنا بشكر حضرتك أشكر حضرتك يا رب ونصيحة بها يعني اللي بيسمعنا كده يعني كيف يعني لا يترك هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم والله يعني صيحتي الأخيرة ربنا عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في تعب ومشقة طيب لما نيجي نشوف لقد خلقنا الإنسان الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخالق الإنسان يعرف كيف يسير الإنسان وكيف ينجو الإنسان وما هو علاجه وحل مشاكل الإنسان زي إيه والله المثال الأعلى صانع السيارة بعد أن يصنع السيارة ويكون بتسليمها إلى المستهلك أو المستخدم يضع لها كتالوجا أنا كمستخدم قبل ما استخدم السيارة بشوف الكتالوج ده إزاي أشغل السيارة إزاي لو سيخنت أعمل إيه لو حصل فأعطل أعمل إيه يعني برنامج بمشى عليه إرشادات ليه لأن صانع السيارة هو أدرى بيها وأعلم بيها فأنا ينبغي أن ألتزم بتوجيهاته وإرشاداته ولله المثال الأعلى الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان ويعلمه كيف يسير وكيف ينجو وكيف يهلك وعلى ماذا يهلك الإنسان لذلك أنظر الله الكرآن يعني كتابا مرشدا مرشدا أتعلم به وأستشد به على حياتي هدى للمتقين يعني إرشادا للمتقين لذلك الذي لا يسترشد بالقرآن فقد وقع في الشقاء لأنه لا يعرف كيف يعالج نفسه تأمل حضرك يعني في عجلة بسيطة جدا سورة طه افتتحها الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى ويختتم الله نفس الصورة بقول تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشكى أنا بشكر بضيلتك شيخنا شيخ الإسلام عبد العلا قرأ القرآن الكريم والإمام الخطيب بمسجل الرضوان بمدينة السادس من أكتوبر شكرا لحضرتك وشكرا لكم مشاهدين الكرام ويظل القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بين دفتيه آية إعجازه وبرهان كماله كما يحمل دليل أنه تنزيل الحكيم الحميد نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وشهدين الكرام شكرا لكم وأختم دائما بقول الإمام الشفعي رضي الله عنه تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود وعلى النبي محمد صلواته ماناح قمري وأورخ عود شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته